يلي شاهدوه اللبنانيين من يومين ولنقول إنه هيدا المشهد بدنا يكتمل وهالفرحة تكتمل بوجود الجميع هيدا حرصنا وهيدا هدفنا وهيدا بعتقد بيكون المنطلق الأساسي لإعادة التوازن بالبلد ولإعادة الوحدة على المستوين المسيحي ويلي بتأسس وبتسهل الوحدة الوطنية نحن كتير معنيين بأننا نكون عم نعمل اتفاق قائم على أسس سياسية واضحة وعلى أسس تسمح لنا نرجع نلعب دورنا الكامل ونعمل الشراكة الوطنية الحقيقية بشكل لا يستثنى منها أحد والكل يشعر بنفسه أنه هو شريك بهذا الوطن وممثل وقائم بدوره كما يجب وكل الظلم والأهر يلي وقع علينا فرادة أو جماعة بكل المراحل الماضية نرجع نستعيد هذا الشيء بقوتنا وبوحدتنا هذا الموضوع مطلوب أنه يتم بمعزل عن الرئاسة لأنه هذا أساس لبناء الوطن عن أول وجديد وهذا المشهد يلي فرحوا فيه الناس مش مسمح إلا نحن نرجع لنا غسلهم فرحتهم فيه كيف إذا زدنا على قضية الرئاسة وترجمنا هالمبادئ السياسية بعودة فعلية إلى السلطة من رئاسة الجمهورية إلى المجلس النيابي والحكومة وصولا للإدارة اللبنانية نحن على مسار نتأمل نحن والكتائب اللبنانية بهدوء وبكل التروي المطلوب لأنه ما حدا مستعجل أنه يحرق أي مرحلة وصولا لنكون كل الأناعات اللازمة على المستوى المسيحي والوطني لنقدر نوصل لهذا الهدف ونحن أكيدين بسابتنا نحن والشيخ سامي بالنضال من التسعينات وبكل الشهداء اللي سقطوا بهذا الوطن لكي نوصل لهذا الهدف بكل هذا السبات اللي عندنا إياه وبكل هالرؤية البعيدة قادرين بيهدوء وبتروي نوصل لهذا الهدف وشكرا معالي الوزير بلقنا شكرا مش رح يكون إلغاء على أيام كمستقبل أطول بالجلسة يوم الثماني الشهد إذن تابعنا الوزير جبران باسيل بعد لقاه أتنائب سامي الجميل وقال إن لقاءاته هي كي تكتمل الفرحة وما تبعه اللبنانيون قبل يومين من فرحة يجب أن لا ننغصه عليهم ويجب أن نستكمل كل اللقاءات للفرحة الكبيرة بمعزل عن الرئاسة وإن تم التطرق إلى الرئاسة أيضا فهذا يكون أفضل سنتابع أيضا لقاءات باسيل في التغطيات المباشرة ترجمة نانسي قنقر